إذن مشاهدينا يعني لعبة جذبت الملايين حول العالم في أنهم يتواصلوا مع بعض من خلال بوكيمون جو من الحسنات يعني يقال لهذه اللعبة أنها غير الألعاب اللي تعودنا عليها دائما أطفالنا بيمسكوا التاب أو الهواتف الذكية وبلعبوا وما بتحرك ويمكن شوي إذا في حسنات لهذه اللعبة أنها بتتيح المجال أنه الشخص يقوم ويتحرك في أنه يبحث عن البوكيمون ويدور عليه ويحس أنه كأنه موجود وبدوا يمسكوا مثلا فوق الكناباي تحت الطاولة يعني بتتيح له فرصة وهلأ رح نحاول كمان إحنا نفرجيكم للي ما بعرفوا هاي اللعبة أو سمعوا عنها صور أو فيديو كيف هاي قلية هاي اللعبة لكن من السلبيات خلينا نقول أو الجدل حول هذه اللعبة البوكيمون جو إنها اللي بنزلها على تليفونه الذكي أو على التاب الخاص فيه بتسمح باختراق الآخرين لحسابه الشخصي كيف خلينا نعرف هاي التفاصيل من خلال الأستاذ تامر قرعين خبير وصانع ألعاب إلكترونية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شو قصة البوكيمون جو؟ يعني طفرة هي طلعت اللعبة يعني وأعتقد أنها من أفضل الألعاب من ناحية الذكاء في استخدام الأشياء اللي بيوفرها التليفون الجي بي أس اللي هي تحديد الموقع الوقت على بساطة موضوع الوقت فإنت إذا ما تلعبي بالليل غير عنا ما تلعبي بالنهار كيف يعني الوقت؟ أهلا بحكي لك يعني هم صنعوا اللعبة اللي هم من نينتندو بوكيمون معروف من أيام التسعينات للجيل تبعنا نحن لحقنا نحن لحقنا شوي فهم الشخصيات معروفين من زمان بس نينتندو كشركة كانت عم تنزل أرباحها لأن الألعاب تبعتهم اللي كانت عن طريق عندهم كان جهاز لإلهم اسمه نينتندو نينتندو كان عم بخبوا في البلد لأنه صارت كل الناس تلعب جيمز على موبايلاتها فهم طلعوا بجيم بوكيمون جو للموبايلات وبهاي الطريقة رجعوا أحيوا حالهم أم أحيوا بعائل أحيوا ليس بطريقة عادية هناك أسباب كثيرة للنجاح اللعب هل الناس تسأل إيش سبب وسر النجاح؟ واحد منها طبعا ذكاء في استخدام التقنيات تبعت الموبايل وفي أسباب ثانية مثلا أنه بوكيمون لكثير من جميعنا يتذكروا ويعرفوا مين هو وفيه كيف يتذكر عدان ولينا أو عبسي نفس الشيء للعالم كله فكرة أنك أنت تذكر تلعبي وأنت بتمشي كانت فكرة جديدة للناس تشجع وينزلوها لأنه أنت بتلعب وأنت بتدور على المخلوقات هاي في الشارع، في الحديقة، عند البحر، بالليل فهذا شيء إيجابي حلو، بس فيه كثير كثير سلبيات خصوصا للعرب لأنه إحنا عندنا مثلا تدريش تروح تلعبي في اللعبة جنب مثلا مسجد أو جنب كشك شرطة فهاي سوت شوية مشاكل هل قد اللعبة بدها مدى بعيد؟ أنت ممكن تمشي لحد عشرة كيلو أنت بتدوري على مخلوق هل المشكلة وين؟ يعني مش بس بنطاق البيت لا مش بنطاق البيت لازم تكون يماشي بالشارع ونلاقوا فيه ناس بتسوق بالسيارة وماسك الموبايل وبتدور وسبب هي واحدة من المشاكل والمخاطر أنه كانت الناس بتدور على المخلوق وهي بتسوق فيصير معها حوادث أين أعم نشوف صور يعني يصير الحادث لأنه الزلمة بيكون شاف المخلوق ووقف السيارة بدي ينزل إليه فجأة فهذه سببت مشاكل يعني هي أشبه كأنها بثريدي هي بالضبط أنه أنت بموقعك الجغرافي محدد وفي مخلوقات محطوطة في المكان اللي أنت فيه فأنت بلنعم طريق الموبايل بصير الدوري على المخلوق طب اللي بنا يعني نحكي للناس أنه ينصح بأنه ننزل هذا التطبيق أحنا أحكي لك إيش المسكلة أنه إحنا هي اللعبة مش متاحة في كل الدول هلا هي معلنة عنها بس بثلاث دول أمريكا ونيوزيلندا وأستراليا بس فالناس اللي هون صار بدوا بنزلوها بأي طريقة فعنتهم حلين إما بنزلوها عن طريق سويتات مشبوهة أو بنزلوها عن طريق أنهم يغيروا الأكاونت طبعهم يعملوا أنهم بأمريكا السويتات الضبط لأنه في ناس هون بتلعب بتلعبها أنا نزلها أنا مستغربة كيف إما نزلوها مش على الأبل على الأندرويد بتدري تلاقيها على سويتات مش الأصلية والمشكلة أنه هاي المواقع المشبوهة ممكن تكون حاطة فيروس أو شي داخل اللعبة لما أنت بتنزليها عندك بصير كل معلوماتك مهكرة يعني بصير عرضة أنه كل المعلومات اللي عندك على الموبايل تنسرق لجهات أخرى فعشان هيك أي معلومات حتى لو يعني حتى المعلومات قلت الأخوانك صار مفتوح يعني بمسيجاته بصوره بفيديوهات وكل شيء كل شيء حتى موقع الجغرافي حتى كامريتو بتصير أكسس عليها فهذه هي الخطورة لكن لو نزلت اللعبة من المتجر بيكون الخطورة طبعا كتير أقل لأنه ما بتكون في فيروس تقدر تسرق منها خلاص بلا منها يعني شوف أحكي لك فيماس من كتر الضجة هو أنا صار بصراحة أقول لك يعني أنا صار عندي فضول لني أنزلها ما هو هذا؟ كل ما صار عندنا فضول أريد أن أرى شو هالمتعة اللي الناس يعني هالقدم سيطر عليهم هاللعبة أنه كيف يدوروا على هذا الكائن وبدوهم يمسكوه يعني بس بنفس الوقت في خوف يعني في خوف عم بتقول كل الداتا كل شيء موجود على الموبايل بالضبط يعني هم ينويين ينزدوها على كل العالم فيعني نصيختي أنه نستنى لحد ما تنزل أوفيشل على الأب ستورس ما نروح ننزلها من مواقع مشبوهة يعني ممكن خلينا نقول تتنظم يعني ممكن الشركة نفسها نينتندو أنه تنظم هي أرادية هم يتعملين بس اللي عم بصير أنه الناس مستعجلة بدها تنزل الجيم بسرعة يعني أفهم من كلامك الثلاث دول اللي حكيت عنهم موجودة فيهم ما بصير اختراق لا عندهم نحن بصير الاختراق لأن ننزلها بطريقة مية في المية غير صحيحة غير سليمة فبصير هذا التأكيد طبعا هذا يعني برضو احتمال مش أنه كل واحد رح ينزلها رح يصير عنده اختراق بس معرض لهذا الشيء طالما أنك أنت تارك حالك تنزل من موقع مشبوه ها هي المشكلة لكن إحنا هي كلعبة ما فيها أي اشكالية وفيها حركة وفيها تواصل وأعتقد هي كمان بتكون مش الشخص الحالي يعني بده يتواصل مع أشخاص آخرين في اللعبة بالبحث عن هذا البوكيمون من خلال اللعبة بقدر يشوف مين كمان بالمنطقة مثلا أنت رحتي لقيت بوكيمون رايحة طلقطي في الموقع اللي انت رحيت له غيرك رايح يدور في نفس المكان فبتتلاقه فبصير تعارف بصير تعارف بصير مرات زعل وبصير فيه مشاكل وبصير مرات طوش يعني صاير وبصير أشياء غريبة مثلا فيه واحدة كانت بتدور على بوكيمون في منطقة كتير كانت مزوية ولأت واحد ميت اكتشفت واحد ميت لأنه كان محل مزوي هذا بال.. ببرة مش هون أعتقد بأستراليا فيعني نسمع أصلاس كتير غريبة عن بوكيمون يعني وعن الأشياء اللي عم تعملها في العالم بالإضافة للأشياء الإيجابية يعني كل شيء له أشياء سلبية وإيجابية بس يعني بشكل عام لو بدنا نقيم هذا التطبيق مبدئيا سلبياته أكتر من إيجابية أنا بشوف إيجابياته أكتر أنا أنا زال ممطور ألعاب أنا شوفت كتير ناس دارسين يعني آي تي ومتخصصين من رأيك طبعا يعني المتخصصين هيك بيحكوا بس إحنا بنحكي للعامة كمان تامر مش كل الناس متخصصين مش كل الناس تعرف كيف تتعامل مع هذا التطبيق كيف تنزله بطريقة مظبوطة مش بطريقة غلط فيتهكر مثلا إحسابه أو كذا فأنا عم بحكي للعامة للعامة بس يدير باله ما ينزل من أي مكان يعني نستنى علي لا ينزل أوفيشل بس أدي بدنا وقت أقل من شهر يعني هم مش مش مبطئين هم ممكن نفسهم مظلومين من عدد الناس أدي عمر هاللعبة مالهاش أسبوعين مالهاش أسبوعين ثلاثة اللي عم بصير أنه صارت بخلال هذول الأيام القليلة نازل أكتر من عشرين أو ثلاثين مليون مرة الأرباح عليها باليوم أكتر من مليون وشوي بليوم دولار فممكن هم نفسهم مظلومين بالأعداد هاي أنا معجبة بأنه كيف شركة كانت يعني بدها تفلس واللي عم تنزل قلتلي وكيف بفكرة رجعوا بفكرة بالضبط رجعوا ووقفوا أكتر من ما هم بتخيلوا يعني مية في المية رجعت ووقفت وانتشرت لما بتقولي بأسبوعين أكتر من عشرين مليون هذا بس بثلاث دول بس بثلاث دول كيف لما تنفتح على العالم كله لما تنفتح على العالم كله يعني عم نحكي عن مليارات بالضبط يعني هذا بشجع برضو نحن كمطورين أردونيين أنه إلنا فرصة نفكر 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 نعمل فكرة جديدة مجنونة ما أحد أعملها قبلينة بس تكون معمولة صح إلنا فرصة أنا بغار لما بسمع هيك أنا بغار كمان سديني يعني عن جدو أنت يعني مصمم ألعاب إلكترونية يعني أكيد بهذا بيستفزك بيستفز مجموط إذا بالنهاية بنقول هذه اللعبة يعني مش إنه إشي سيء لكن زي ما قال أستاذ تامر قرعين خلينا نستنى شوي لما تنزل بطريقة رسمية منقدر إن ننزلها بحيث إنها ما تخترق حسابنا الشخصي وإن شاء الله ما يصير مشاكل إن شاء الله شكرا إلى وجودك معنا تامر قرعين خبير وصانع ألعاب إلكترونية أهلا وسهلا فيك شكرا إلى شكرا لكم كمان مشاهدينا لمتابعتكم إلنا لقاءنا معكم انتهى لليوم إن شاء الله بكرة في يوم جديد مع فريق آخر إلى اللقاء